فتحت أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية استحقاق غاية في الأهمية لا سيما في ظل الظروف التي فرضته قبل موعده بنحو عام تشهد إيران مرحلة حساسة من تداول السلطة وتبدو سيابية ومرنة وتظهر جليا في مشهد التزام الأطراف السياسية كافة تطبيق الدستور ستستمر فترة تسجيل أسماء المرشحين خمسة أيام ومرحلة دراسة أهلية المرشحين سبعة أيام وستكون هناك خمسة عشر يوما للدعايات الانتخابية ثم ندخل بعد ذلك في مرحلة الاقتراع أسماء كثيرة وشخصيات بارزة متوقع ترشحها اجتماعات ومشاورات مكثفة عقدتها خلال الأيام الماضية كل من الأحزاب والتيارات السياسية من المبدأيين والإصلاحيين بهدف دراسة الظروف ودفع مرشحيهم إلى دخول الانتخابات أعتقد أن هذه الانتخابات ستكون أكثر تنوعاً وتنافسية من أي انتخابات سابقة فالإصلاحيون سيقدمون قائمة متعددة لشخصيات بارزة ثم يعتمدون أحدها أما المبدأيون فلديهم نحو خمسة عشر اسماً جاهزاً للترشح تقدم المرشحين لا يعني إطلاقاً دخولهم السباق الرئاسي إذ يتولى مجلس صيانة الدستور دراسة أهلياتهم وإعلان الأسماء النهائية صحيح أن لا صورة واضحة للمشهد السياسي الرئاسي في إيران حتى الآن لكن ما لا شك فيه هو أن كلمة الشعب الإيراني ستكون كلمة الفصل وختام البيعن مالك عابدة طهران الميادين